مرحبا بكم مجددا إلى جولتنا الصباحية بين بارز ما كتبت الصحف العربية والدولية والبداية مع جريدة المجاهد الجزائرية التي ركزت على اهتمام الجزائر بدعم مجال ريادة الأعمال وعنوانة الخبر ب الوصول إلى عالم ريادة الأعمال تشجيع المهارات تقول الصحيفة وقع رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون على قانون وضع أصحاب الأعمال الحرة الذي أقره البرلمان مؤخرا وكذلك القانون المكمل لقانون الوضع العام للوظيفة العامة الذي يكرس الحق في الإجازة لإنشاء الأعمال التجارية من قبل موظفية الخدمة المدنية أو العمال المتعاقدين أو الإداريين كما تطرقت الصحيفة لتهنئة رئيسي الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون الشعب القطري بمناسبة يومهم الوطنية وكتبت في السياق اليوم الوطني لدولة قطر رئيس تبون يهنئ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حيث تقول الصحيفة أن أمير دولة قطر يشكر أيضا الرئيس تبون على نبل مشاعره وفي السياق قالت أهنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الأحد شقيقه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر في بيان من رئاسة الجمهورية الجزائرية طبعا ضمن السياق تقول أجرى رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون اتصالا هاتفيا مع شقيقه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة هنأه من خلالها بمناسبة وصول دولة قطر اليوم الوطني إلى يومها الوطني تزامنا مع اختتام المونديال وتمنى له ولشعب قطر الشقيق المزيد من الازدهار والتقدم وقدم رئيس الجمهورية في الوقت ذاته تهنيه الحارة لدولة قطر قيادة وشعبا على نجاحها على كافة المستويات في تنظيم النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم وتضيف في نفس المنوال طبعا أن الأمير دولة قطر شكر رئيس الجمهورية الجزائرية على نقل مشاعره وتمنى له للشعب الجزائري المزيد من السلام والتنمية في عنوان آخر نقرأ حامل رسالة للرئيس تبون استقبل وزير الدولة الكمبودية المكلف بشؤون المسلمين بن عبد الرحمن أو استقبله السيد أيمن بن عبد الرحمن تقول الصحيفة استقبل رئيس مجلس الوزراء سيد أمين بن عبد الرحمن أمس بالجزائر العاصمة وزير الدولة الكمبودية المكلف بشؤون الإسلامية المبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي أطمان حسن حيث أشار في البيان الصحفي الصادر عن مكتب رئيس الوزراء أن الضيف حل بالجزائر وتشاوى في عديد الملفات نمر بكم إلى موضوع آخر ضمن جريدة المجاهد دائما وبخصوص المؤتمر الوطني الأول للطفولة كتبت الجريدة حماية الطفل الجزائر تحترم التزاماتها الدولية حيث تقول الجريدة أن السيد أيمن بن عبد الرحمن أوضح في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر الوطني الأول للطفولة الذي نظم أمس في قصر الأمم أن ذلك يتطلب عملا متواصلا ومزيدا من الجهود والتطلع لآفاق جديدة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وأشار رئيس الوزراء دائما سيد أيمن بن عبد الرحمن إلى أن الحماية حماية الطفولة مسؤولية الجميع تضيف الصحيفة نعرج بكم الآن على صحيفة القدس العربية التي نقرأ من بين عنوين صفحتها الأولى انزلاق أمني في الأردن بمقتل أربع من الأمن ومداهمة الحسينية تطرح أسئلة حرجة على المنظومة فإن الخلل أضافت الجريدة في التفاصيل أن الرواية الرسمية بخصوص الواقعة في الحسينية أضافت أن هناك عائلة مسلحة من التكفيريين تضم تسعة أشخاص قتل أحدهم العقيدة الدلابيح ثم استشهد ثلاثة عناصر أمنية أثناء محاولة القبض عليهم الكلفة البشرية تقول الصحيفة هنا كبيرة وصادمة والجزء المتعلق بكيفية تشكيل تنظيم إرهابي تكفيري ظهر بالرصاص على هامش إضراب مدني تحتاج إلى مراجعة في عمق المعادلة تقول الجريدة هذه المرة أغلب التقدير أن مركز القرار السياسي سيراجع وسيتخذ قرارات لكن ظهور مجموعات مسلحة تكفيرية أمر مباغت يغضي أسوأ السيناريوهات التي يمكن تخيلها خصوصا في منطقة البادية الجنوبية ومحيط مدينة معان حيث إقاع الاحتجاج أصلا وتلك طبعا مسألة أخرى تضيف الجريدة تزيد التعقيدات في مشهد معقد ومؤزم أو مأزوم أقول المنطقة التي شهدت سقوط شهداء الأمن وعملية خشنة بالرصاص وإغلاق الطرق قبل ذلك تقول الصحيفة يعلم الجميع أن فيها كميات لا يستهان بها من الأسلحة لكن جزء أصغر من تلك الأسلحة بدأ اليوم يستخدم ضد الدولة سواء ارتبط النشاط الإجرامي بتكفيريين أو إرهابيين أو حتى بشركاء لهم في مزيج مع تجارة المخدرات في خبر آخر متعلق بشأن الفلسطينيين نقرأ على القدس العربية المستوطنون يقتحمون الأقصى والإبراهيمي في عيد الأنوار واعتقالات واقتحامات وعملية هدم في الضفة تصر إذن سلطات الاحتلال تقول الصحيفة على فرض واقع جديد سواء في المسجد الأقصى في القدس أو الحرم الإبراهيمي في الخليل في سياق تهويد المدينتين المقدستين مستغلة بذلك الاحتفالات بما يسمى عيد الأنوار عند العبريين طبعا يشهد المسجد الأقصى منذ يومين سلسلة اقتحامات واسعة من قبل المستوطنين بدعوة من جماعات يهودية على رأسها المتطرف بن غفير بذريعة الاحتفال بعيد الأنوار اليهودي الذي بدأ الأحد الماضي ويستمر حتى السادس والعشرين من ديسمبر الجاري وتعيق قوات الاحتلال مرابطة على بوابات الأقصى وصول المصلين بحجج واهية وفي القدس أيضا تقول الصحيفة اقتحمت قوات الاحتلال محيط الجامعة في بلدة أبوديس شرقي القدس اهتمت صحيفة أقول عفوا بنجاح قطر في تنظيمها للمونديال وتطلعاتها في احتضان المزيد من الفعاليات وعنوانات قطر تتطلع لاستضافة الأولمبياد بعد نجاحها في تنظيم يقول أفضل نسخة مونديال بعد طبعا أن وفت بوعدها في تنظيم أحسن بطولة لكأس العالم عبر التاريخ تقول القدس العربي تتطلع قطر لاستثمار نجاحها في مونديال 2022 باستضافة الألعاب الأولمبية الأكبر والأضخم في تحدي جديد يجعلها تظل على خريطة الأحداث الرياضية والدولية الكبرى ولحظات بعد إزدال الستار عن حفل اختتام مونديال 2022 في كرة القدم تتردد في العاصمة القطرية أنباء عن توجه الدولة العربية طموحة لأن تظل دوما رائدة عالميا في مجال الرياضة وتخطو خطوات نحو استضافة دورة الألعاب الأولمبية عام 2036 نمر بكم إلى الشرق الأوسط التي هي الأخرى اهتمت بالشأن الأردني وكتبت بخصوص تطورات المشهد هناك الأردن مواجهات دامية مع خلية إرهابية تضامن خليجي عمان مع عمان وإدانة لكل أشكال العنف والتطرف عن أخبار لبنان نقرأ أيضا على الشرق الأوسط لبنان يتعهد محاسبة قاتلي الجندي الأيرلندي وتقول الصحيفة تعهد لبنان على لسان وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موري السليم محاسبة كل من أقدم على الاعتداء على قوات حفظ السلام العاملة في جنوب لبنان يونيفيل الأربعاء الماضي ما أدى إلى مقتل جندي أيرلندي وإصابة ثلاث آخرين بإطلاق النار على آلية كانوا يستقلونها وتقول الصحيفة أكد سليم أن تحقيقات جرية في الحادثة التي وقعت في بلدة العقابية الجنوبية مضيفا أن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها نقرأ أيضا على الشرق الأوسط الكونغرس يوصي بأحالة ترامب على القضاء الرئيس السابق مهاجما محقق الكافيتول بعد الظلام يأتي النور وبحسب الصحيفة وفي سابقة تاريخية أحالة لجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكافيتول الرئيس الأمريكي سابق دونالد ترامب إلى القضاء بسبب دوره في أحداث اقتحام الكونغرس في السادس من جنب 2021 ومحاولتهم عرقلة المصدقة على نتائج الانتخابات وتحريضه على العصيان والتآمر على تقديم تصريحات خاطئة للحكومة الأمريكية وفيما يعود القرار النهائي بتوجيه توم إلى وزارة العدل التي لا تعد ملزمة بتوصية اللجنة أو الكونغرس في هذا الملف إلا أن قرار اللجنة المؤلفة من تسع نواب هم سبع ديمقراطيين أو تسع نواب من بينهم سبع ديمقراطيون وجمهوريان هو غير مسبوك بحق رئيس سابق أو حالي ويسلط الضوء على المتاعب القضائية المتراكمة على ترامب الذي سبق أن أعلن عن ترشحه لرئاسة لعام 2024 إلى العرب الجديد حيث تطالعون الطاقة كابوس أوروبا وتحدثت الجريدة بالخصوص عن ارتفاع تكليف الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي إلى حدود 1.06 تريليون دولار هذا العام كارثة قد تكون في بدايتها تقول الصحيفة مع تصاعد حدة البرد واستمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا نقرأ على ذات الصحيفة أيضا 29 يوما لن ينساها العالم في إشارة إلى مونديال قطر الذي حققت من خلاله الدولة المستضيفة نجاحا باهرا في تنظيم الفعالية وانطباعات المشاركين من الدول والجماهير التي حضرت فعاليات كأس العالم 2022 تطالعون على العرب الجديد أيضا مستخدم تويتر يريدون تنحية إيلون ماسك عن رئاستها في إشارة إلى استطلاع رأي بثه أو أقول تغريدة بثها إيلون ماسك يحاول من خلال استطلاع الأراء فيما إذا كان يرغب مستخدم تويتر في بقائه أم في ذهابه نمر بكم إلى صحيفة نيويورك تايمز حيث تنوعت العنوين ومن بينها ما تعلق بإحالة لجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكابيتولا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى القضاء بسبب دوره في أحداث اقتحام الكونغرس في جنوبي 2021 اهتمت أيضا الصحيفة بشأن الاحتجاجات في البيرو وعنونت في قلب احتجاجات بيرو وقت تحداد على الموتى وقالت بالخصوص خلفت المواجهات بين المتظاهرين وسلطات البيروفيا خمسة وعشرين قتيلا على الأقل ومئات الجرحة لا يوجد مكان يمكن أن يكون فيه التوتر أعلى مما هو عليه في مدينة آيكوتوشو المرتفع كما عرجت الجريداء على شأن الكروي وفوز الأرجنتين بكأس العالم 2022 معنونة الخبر بالنسبة لميسي والأرجنتين فإن الانتظار الإضافي يستحق كل هذا العناء بدأ الأمر وكأن لقبا آخر ربما يكون قد انزلق من بين أصابعه في شرى لميسي لكن الأرجنتين ونجمها حصل على الكأس النهائي نقرأ أيضا على ذات الصحيفة العصر الذهبي للبث يتضاءل فجأة تقول الصحيفة بعد سنوات من النمو السريع انخفض عدد طلبات المسلسلات التلفزيونية النصية التي قدمتها الشبكات وشركات البث المباشر نختم إياكم مع جريدة لمونت الفرنسية التي عادت إلى نهاي مونديال قطر وعنوانة نهاي استثنائي حيث خسر الزرق يوم الأحد لقب بطل العالم لكرة القدم في المقابل لم يكتسب سوى الندم الأبدي تقول الصحيفة عنوان آخر في جميع أنحاء أوروبا ترتفع الأسعار والأجور تنخفض وتكتب الجريدة في سياق مع معدل تضخم يبلغ 10% مر القوة الشرائية للموظفين بصدمة تاريخية ومع ذلك بستثناء عدد قليل من البلدان لا يزال الغضب الاجتماعي محدودا يخشى البنك المركزي الأوروبي تقول صحيفة من حدوث دوامة تضخم في الأجور ممثلة لتلك التي حدثت في السبعينيات خبر آخر ضمن جريدة للموند يتعلق بحظر السيارات الأكثر تلويتا الذي ممكن أن يحدث خطرا سياسيا كبيرا لسلطة تنفيذية تقول الصحيفة يثير مشروع إنشاء منطقة منخفضة الإنبعاثات تجمعا في 43 تجمعا تخوفا داخل الحكومة من عودة حركة اجتماعية مثل حركة سطرات الصفراء أما بشأن التنوع البيولوجي فكتبت الصحيفة كاب 15 اتفاقية تاريخية لتنوع البيولوجي تقول في الصدد اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر تنوع البيولوجي كاب 15 على حماية الطبيعة والحفاظ عليها في ثلث كوكب الأرض بحلول عام 2030 في اتفاق تاريخي يهدف إلى حماية التنوع البيولوجي كما ستكون هناك أيضا أهداف لحماية النظم البيئية الحيوية أمثال الغابات المطيرة الأراضي الرطبة فضلا عن حقوق الشعوب الأصلية على أراضيها وجعل اتفاق في قمة الأمم المتحدة لتنوع البيئي كاب 15 في مونتريال كندا أمس الاثنين وكان من المقرأ أن تصدف الصين القمة لكنها نقلت وتم تأجيلها بسبب الأزمة الصحية بهذا نختم وإياكم معظة الصحافة وهذه الجولة بين أبرز العناوين التي تصدرت صحف العربية والدولية ابقوا معنا فقرة أخرى في انتظاركم بعد القارة